بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله في الحلقة سنتطرق إلى سؤال وجواب سأجيب على بعض الأسئلة سريعا ومن بينها السؤال الأول يقول ما هي الأمراض المعوية الأمراض المعوية تختلف من نوع إلى نوع هي تركمات جرثومية وبكتيرية في بطن الطائر جراء الأكل السيء والأكل الفاسد التغذية الغير صالحة كل هذه تنجر إلى الأمراض المعوية من بينها العرق الأزرق الكوكسيديا الإمساك الإسهال كل هذه الأشياء يعني أمراض معوية كذلك بوانوار يعني النقطة السوداء هذه كلها أمراض معوية السؤال الثاني هل للقلش دور في تأخر التجهيز للطيور نعم القلش له دور في تأخر تجهيز الطيور ونقصد بالقلش يعني غير الريش إذا كان الطائر مرحلة القلش يعني تغيير الريش يكون فيه استرس يكون فيه مريض يكون فيه مضطرب نفسيا يكون فيه غير ملتاح تكون التغذية غير سليمة الهواء غير نظيف الماء غير نقي كل هذه الأشياء تؤثر على غير الريش لدى الطائر مما يجعله يتأخر في التجهيز عند الزواج السؤال الثالث ما هو عمر الحسون للتزاوج هذا السؤال أجبت عليه في الحلقة الفارقة ويمكنكم مشاهدته حلقة كاملة عن عمر الحسون للتزاوج ولكن سأجيب سريعا في الطبيعة أصدقائي يصل عمر التزاوج إذا كان أنثى أو ذكر من ستة أشهر فما فوق يعني الأنثى والذكر يجهزان من ستة أشهر فما فوق أما بالنسبة للطيور الحبيثة فيصم بها الحال للسنة والسنتين ويمكن حتى أكثر ولا يجهز الفرق أن عامل الطبيعة له دور كبير جدا في تغذية الطيور الحسسين سواء كانت من فيتامينات من بروتينات من يعني حتى تغيير الريش في الطبيعة أفضل بكثير من تغيير الريش في الأقفاص لهذا العوامل كلها يعني بجانب الطبيعة أكثر من جانبنا نحن في الأقفاص أصدقائي أنصح بمحاولة تعويض الطبيعة في الأقفاص يعني تقديم البيتامينات تقديم البروتينات تقديم الأغذية الحبوب الزيتية النظافة كل هذه الأشياء تسرع في تجهيز الطيور للتزاوج وخاصة الحسسين السؤال الرابع هل صحيح أن رائحة الطيور ضارة للأطفال نعم رائحة الطيور ضارة للأطفال لأن الطيور تعرق تخرج إفرازات من جسدها في شكل رائحة قوية ونفطن بها عندما تكون الغرفة مغلقة هذه الرائحة تؤثر فينا نحن الكبار فما بالك في الصغار الذين لا يملكون مناعة لهذا أصدقائي أنصح بتهوئة الغرفة فتح الشباك فتح الباب أيضا وضع أسبيراتير في الغرفة كي تخرج الهواء الملوث كل هذه الأشياء تساعدنا في مظافة الهواء داخل الغرفة وهذه العملية تسمى بيطريا مالاديزونس يعني انتقال الأمراض من الحيوانات إلى الإنسان لهذا احرصوا كل الحرص عدم أن لا تدخلوا أطفالكم في غرف الطيور مهما كانت لأن الطيور رائحتها يمكن تسبب أمراض يعني مزمنة لدى الأطفال السؤال الموالي كيف نتجنب مرض النقطة السوداء تجنب مرض النقطة السوداء يأتي عن طريق الوقاية هناك شيء وحيد جرب وكان مطعوله ما شاء الله مئة بالمئة فعال هو دواء تيبرنيل سلفة تيبرنيل سلفة يعطى للوقاية على مدار العام قبل وضع الأنثى مع الذكر تيبرنيل سلفة له ميزة معينة أنه يقضي على البكتيريا اللاعب الرئيسي في مرض الطائر هذه البكتيريا وهذه الشرطيم التي تسمى بالنقطة السوداء الوقاية خير من العلاج لأن العلاج إلى حد الآن حسب معرفتي أنا أصدقائي لا أعرف علاج لهذا المرض ولكن الوقاية فعالة أنك تقدم تيبرنيل سلفة على مدار العام كوقاية قبل أن تدخل الذكر على الأنثى لأن تيبرنيل سلفة يعطى كوقاية وأيضاً يعطى للمدوات نحن نعطيه كوقاية على مدار العام وبإذن الله يعني زيناء السؤال الموالي ما هي مدة فطام الفراخ مدة فطام الفراخ تتراوح من ثلاثين يوم إلى خمسة وثلاثين يوم على أقصى تقدير يعني إن لوحظ أن الفراخ أصبح في اليوم الثلاثين أو في اليوم الواحد والثلاثون إلى يوم حمس ثلاثين يستطيع أن يأكل البيض المسلوق يستطيع أن يأكل الخص وأيضاً يستطيع أن يبدأ في مرحلة تقشير الفلارس والحبوب الزيتية لهذا الفطام يبدأ من ثلاثين يوم إلى خمسة وثلاثين يوم السؤال الموالي متى نعطي الصبغة الحمراء للموزيك الصبغة الحمراء هي نوعان صبغة صفراء وصبغة حمراء تسمى بكلوران روج أو كلوران جون تعطى للموزيك الروج وتعطى للموزيك جون هذه الصبغة نعطيها عندما تكون الفراخ شدت عددها يعني أصبح عمورها الفطام قلت من ثلاثين إلى خمسة وثلاثين يوم ثم نزيد عشرة أيام يعني تصبح المدة بعد خمسة وربعين يوم من عمر الفرخ الموزيك نستطيع أن نقدم له الصبغة الحمراء أو الصبغة الصفراء ويمكنكم متابعة الحلقة الفارتة في كيفية تقديم الصبغة لطيور الموزيك السؤال الموالي هل نستطيع الإنتاج من حسون صيد جديد سواء كان ذكر أم أنثى أنا نصيحتي إذا تريد إنتاج حساسين في الأقفاص فعليك بشراء كوبلوات جاهزة يعني أزواج جاهزة لأن الحساسين صيد جديد تكون مضطربة ويعني تأخذ وقت كبير جدا كي تستأنس بالأقفاص وكي تستأنس بالبشر وكي تستأنس بعدة عوامل حتى التغفية لهذا إذا تريد إنتاج حساسين عليك أخي المربي بشراء أزواج حاضرة يعني أزواج من الأقفاص أو أزواج قد أنتجت من قبل السؤال الموالي هل طيور الحب تأكل القمح المهروش؟ طيور الحب يعني بالبريش القمح المهروش نعم تأكل القمح المهروش إذا عندك طائر أو طائران أو أربع طيور فلا بأس أن تقدم لهم حبوب الفلارس أما إذا كانت الكمية كبيرة جدا فوقتها تأخذ القمح وتذهب به إلى الطحونة كي يرحيه بذور صغيرة جدا تتحدث مع صاحب المتحنة وتقول له أريد القمح يصبح غذاء للطيور هو يعرف كيفية يعني أن يرحيه ويصبح القمح يعني حجم التكسير حجمها كحجم حبوب الفلارس أو أقل ويستطيع وقتها البيريش أكلها السؤال الموالي ما هو جديد القناة؟ حاليا لا جديد يذكر الحلقات معنتها يعني في وقتها خميس وحد حلقات فرعية في بقيام الأسبوع يعني فيديوهات أصور فيها يعني فيديوهات لتغليد كناري أو حسون والجديد في موقع يعني الموقع www.soukomer.com هذا الموقع الجديد أدعوكم إلى زيارته السؤال الموالي كيف أفرق بين الذكر والأنثى بخصوص طيور الزبرة أو طيور الحب والإنتاج منهم؟ هل هو سهل أم لا؟ أولا طيور الزبرة يعني البنجلي طيور الزبرة إذا وجدت الخد محمر فهو ذكر وإن لم تجد الخد ليس أحمر فهي أنثى أما بالنسبة للبريش يعني طيور الحب إذا كان المنقار أزرق فهو ذكره وإن كان المنقار أبيض فهي أنثى بالنسبة للإنتاج سهل جدا تستطيع الإنتاج فقط أحرص على كيفية التربية كيفية إعطاء تقديم البيتامينات تقديم التغذية وبإذن الله سوف تنتج منهم السؤال الأخير لماذا لم تتحدث عن أنواع الكناري الأخرى مثل الفريزي أو اليورك أو الكناري الإيراني أو الجلستر هذه الأنواع خاصة في العالم العربي وأقصد بأن اليورك والكناري الإيراني غير متوفرون في المغرب العربي غير متوفرون بكثرة وحتى ولو لم أذكرهم بالاسم فهو في الآخر من صنف أنكا الكناري يعني الغذاء الذي ستقدمه للكناري البلدي أو للكناري الفايو أو للفريزي أو للكناري الشمال أو للكناري الليزابيل أو للكناري العادي هو نفسه الذي ستقدمه للكناري اليورك أو لفريزي أو الجلستر أو الكناري الإيراني بالنسبة للكناري الإيراني متواجد الأكثرية في الخليج اتصل بي أخ من دولة الكويت وتحدثنا عن هذا الصنف يأتي من إيران إلى الخليج هو ما شاء الله متوفر بكثرة ويعشقه جمهور الخليج بكثرة الكناري الإيراني لهذا أصدقائي حتى لو لم أتحدث عن الكناري الإيراني أو على الجلوستر أو على اليورك أو على الفريزي فقط التسميات لم تذكر ولكن في الآخر هو من سنف الكناري الذي ستعطيه للكناري العادي هو هو الذي ستقدمه لهذه الأنواع من الكناري في ختم الحلقة تمنى أن تكون قد نالت أعجابكم لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس في يصلكم كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته المترجم للقناة